سيد أحمد ما هو المقصود هنا بكلمة قوة ناعمة للتغيير على المصرح العالمي قوة ناعمة تقوم بنقل أحداث هذا المجلس إلى العالم نعم أنا أشكرك في الواقع أخي محمد مبادئ المجلس العالمي التسامح والسلام ورؤيته التي ارتكزت على قاعدة مهمة جدا وعلى أسس رئيسية جدا وهي بأننا أينما اتجهنا وأينما كانت هناك لقاءات ودعوة لأي دولة أو أي برلمان أو أي مؤسسة نجد الترحيب المباشر لم يتم رفض الانتماء أو عضوية المجلس العالمي التسامح والسلام من أي دولة تقريبا نستطيع أن نتكلم عن 98-99% كل التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي بصورة عامة كانت ناجحة جدا وهذه ارتكزت على القوة النعمة التي نعمل عليها من خلال التعليم ومن خلال الإعلام ومن خلال الكلمة الطيبة من خلال ما يدعو إلى الأمل وإلى التكاطف والتعاضد كثير من البلدان والمناطق التي زرناها وكانت هناك بعض الحوائج التي تحتاج إلى هذه المؤسسات أو الدول ويبادر المجلس العالمي للتسامح والسلام للتعاطي مع هذه الإشكاليات التي فيها هذه الأماكن لأن يوصل الرسالة لجميع أعضاء المجلس بأن هناك شركاء في الضفة الأخرى أو الاتجاه الآخر من العالم الأصدقاء في الغرب نقول لهم بأن لديكم أصدقاء وناس تستطيع أن تتعامل وأن تدعم وأن تشرح ثقافاتها لأن تكون هناك آلية تواصل وآلية دمج الأفكار المجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال قوة النعمة بنى هذه الجسور ومشأ على هذه الجسور كثير من الشرفاء من أكاديميين ومن إعلاميين ومن اقتصاديين وبنينا هذه الحلقة العالم سيد الفاضل هناك إشكاليات كثيرة وهناك من ما نشهدها الآن من تناحر حتى على مستوى الأمم المتحدة حتى على مستوى المؤسسات الدولية الرئيسية هناك وجهات نظر وهناك ناس تتبنى وجهات نظر وهناك ناس تختلف معها المجلس العالمي للتسامح والسلام وجهته الأساسية ومبادئه الأساسية هي صناعة المحبة صناعة الأمل العمل على تقريب المسافات بين الشعوب وبين المحبي السلام من خلال الآليات القانونية ومن خلال الأدوات التي شرعتها الأمم المتحدة وآمنت بها كل الدول لذلك نحن من هذه البوابات نعمل لشراكة عالمية تخدم المجتمع وتخدم المستقبل بمناسبة ذكرك سيد أحمد للأمم المتحدة ألا تعتقد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام ربما يهدف إلى ما أخفقت فيه الأمم المتحدة الذي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وهدفها هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولا نرى سلما ولا أمنا أنا في الواقع أشيد بهذه الرؤية نعم الأمم المتحدة لديها تحديات كبيرة جدا نحن في المجلس العالمي للتسامح والسلام لا نفرض أنفسنا كبديل لبعض المؤسسات ولكن كشريك وأيضا نفرض أنفسنا بأننا نحن منظومة محبة للحب محبة للسلام محبة للعمل الإيجابي وليس لدينا أي مصالح ولا لشركانا في الدول مصالح يعني تعنا بجهة معينة مصالحنا هي خدمة أهداف المجلس التي تدعو إلى التسامح والسلام نحن لا نتكلم عن دين ولا نتكلم عن شعب أو لغة نحن كلنا شركاء على الكرة الأرضية كلنا شركاء في أن نتنفس هذا الأكسجين لذلك نعمل لأن نعزز هذا التوجه لدينا طموح كبير جدا لدينا آمال كثيرة جدا على أننا ننتقل إلى مستوى أعلى ومرحلة أعلى ولدينا يعني المبشرات بأن هناك قبول من المؤسسات الدولية ومن التحالفات ومن المناطق التي تضم مجموعة من الدول كالتحاد الأفريقي والتحاد الأوروبي وغير ذلك لا ضرب مثل ذلك جمع الدول العربية فنحن لدينا الحمد لله قبول لدينا شراكات مع المنظومة السياسية وأسمح لي أخي محمد بأن لدينا أكثر من 65 اتفاقين مع جامعات وهذا هو الهدف الرئيسي أن بهذه القوة نعمل من خلال التدريس ومن خلال تقديم منع وفرص لكل من لديه الاستعداد لأن يدفع بعجلة التسامح والسلام إلى الأمام معنا للأس